جدد نواب قوى المعارضة في البرلمان اللبناني التأكيد على تطبيق القرار رقم 1701 ودعم المؤسسات الأمنية لضبط الحدود كما طالب النواب في بيان لهم حكومة ميقاتي بإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء لن نرضى اليوم أن نجرأ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية وتدمر لبنان ولن نسلم بأن تقوم مجموعات مسلحة تعمل على الأراضي اللبنانية محلية كانت أو أجنبية لفرض منطق وحدة الساحات المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين خدمة لمشروع الممانع الأقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها بأي شكل من الأشكال اشتركوا في القناة